تدور مواجهات عنيفة في تعز بين قوات الجيش المسنود بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقتين مدارات غرب اللواء 35 مدرع ووادي غراب شرق اللواء وقالت مصادر ميدانية أن قتلى وجرح من الحوثيين سقطوا خلال تصدي قوات الجيش والمقاومة لهجمات الميليشيا أيام عصيبة تمر بها تعز إلى جانب استمرار الحصار تواصل الميليشيا القصف ويسقط الضحايا يوميا وسواء التزمت المقاومة والجيش الوطني باتفاق وقف إطلاق النار أم قاتلوا فلا تهدأ الميليشيا عن استهداف المدنيين وقصف الأحياء نحن نصد العدوان ما علينا إلا أن ندافع نحن ملتزمين بقارة سرية دولية باتفاقية الهدنة لكن لصد العدوان نحن ندافع عن زتنا وعن أرضنا وأهلنا الأخبار القادمة تؤكد استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح ثمانية عشر آخرين في تكرار هجمات الميليشيا بصواريخ الكاتيوشا ضد حي الكرام السكني في منطقة بيرباشا وسط المدينة أما في الجبهة الشرقية فقد صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما للميليشيا على حي ثعبات جوار مبنى الهلال الأحمر والإذاعة وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها القيادي في الميليشيا أبو إبراهيم الحاكم وخمسة من مرافقيه كما استطاعت المقاومة تطهير عدد من المباني كانت تتمركز فيها الميليشيا أما شمال غربي المدينة صدت المقاومة هجوما للميليشيا في الدفاع الجوي كما خاض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتالا شرسا معها في منطقتين مدارات غرب اللواء 35 مدرع ووادي غراب شرق اللواء وقال مصدر في قيادة اللواء إن الميليشيات نفذت محاولتي تسلل في المنطقتين في محاولة للتقدم باتجاه مقر اللواء وفشلت بينما أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وجريحين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي الوازعية بتاعز قال مصدر عسكري لقناة بقيس إن الجيش الوطني والمقاومة تقدما في الجهة الجنوبية للمديرية وأكد المصدر أن الجيش والمقاومة استعدا جبال الصيبارة والعقيدة وجبل بخيتة بعد أن شنا هجوما من ثلاث محاور هي المنصورة وذي عهده ومحور الظهورة وأضاف المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين خلال المعارك فيما تواصل الميليشيا قصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة